صدقت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يشترط تأييد ثلثي أعضاء الكنيسة أي ثمانين عضواً في حال قررت إسرائيل التنازل عن مناطق في القدس الشرقية في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين خطوة اعتبرها الفلسطينيون تقويضاً لأي عملية سلام ممكنة بين الطرفين ويأتي القرار في ظل سياسة أمر واقع تحاول قوات الاحتلال فرضها في القدس المحتلة لا سيما في الحرم القدسي في إطار سعيها لتهويد المدينة إسرائيل تتحرك على شتى الأصعدة فبينما تعزز قبضتها الأمنية وتحكمها على المصلين في المسجد الأقصى تتحرك لفرض سيطرتها كاملة على القدس بشطريها الشرقي والغربي فاللجنة الوزارية للتشريع صدقت على مشروع قانون القدس الموحدة الذي ينص على أن أي تنازل عن سيادة إسرائيل في الشطر الشرقي من المدينة مشروط بموافقة ثمانين نائباً في الكنيست خلال الأسابيع المقبلة سيطرح المشروع على طاولة الكنيست في القراءة التمهيدية طبعاً رئيس الوزارة انتنياو عرض في البداية هذه الفكرة ولكن هو ردخ للممارسات الضغوط التي ضغط البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينت على الاتلاف من وجهة نظر حزب البيت اليهودي الذي قدم مشروع القانون فإنه بذلك يضمن عدم خضوع إسرائيل لأي ضغوط مستقبلية للتنازل عن الشطر الشرقي من القدس أما فلسطينياً فيعد القانون عقبة جديدة في وجه حل الدولتين على أساس حدود عام 67 وضمان القدس عاصمة لفلسطين عندما تقول بأنها ترفض الانسحاب من القدس ووزير داخليتها بالأمس كان يرد على تصريحات أردنية بأن هذه السيادة على الحرم هي سيادة لإسرائيل على الحرم القدسي الشريف بهذا الاتجاه وذلك نقول ببساطة هذا مشروع القانون بشأن القدس عدم الانسحاب من القدس الشرقي هذا يعني ببساطة بأن هذه الحكومة ليس لديها استعداد لا للانسحاب من القدس الشرقية ولا للانسحاب من الضفة الغربية ولا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما المشروع الجديد إلا واحد من بين سلسلة تشريعات تسعى كتل اليمين الإسرائيلي إليها كضم عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس إلى إدارة البلدية الإسرائيلية مقابل سلخ بلدات مقدسية وأحياء للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة كلما خطى الفلسطينيون خطوة نحو انتزاع حقهم في الشطر الشرقي من القدس سارعت إسرائيل إلى تنفيذ عشرات الخطوات على الأرض ليكون الأمر الواقع سيد مفاوضات أي تسوية مستقبلية شيرين يونس كاي نيوز القدس معنا الآن من رام الله الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور عبد المجيد سويلم ومعنا من القدس الكاتب الصحفي يوني بن مناحم مرحبا بكم سيد بن مناحم داني أبدأ معك أولا مساء الخير ألا يعني مشروع القانون هذا الذي نتحدث عنه أن القدس بشطرائها الشرقي والغربي تحت سيادة إسرائيلية وخارج إطار أي مفاوضات بمعنى آخر أي عملية سلام تقوم على حل الدولتين على حدود 67 انتهى الحديث بشأنها هذا مشروع قرار بمبادرة اليمين المتطرف في حكومة نتانياو وهو جاء لأركلة أي إمكانية للتقسيم مدينة القدس وأن تكون القدس الشرقي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية ورئيس الوزراء نتانياو وافق على ذلك وعاد يعني بأن حكومة اليمين في إسرائيل تنظر إلى القدس بأي حل مستقبل لما الفلسطينيين أن تكون تحت السيادة الإسرائيلية بما فيها القدس الشرقية وأنا أعتقد بأن هذا لن يمر وأنا الجمهور في إسرائيل لن يكبل بذلك إذا فعلا يشعر أن هناك نوايا حقيقية من كبل الفلسطينيين لتواصل إلى السلام عادل وشامل مع إسرائيل دكتور عبد المجيد مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا خطورة هذا المشروع في حال إقراره بفعل على أي مفاوضات مستقبلية يتم الآن الحديث عن إعادة إحيائها أو يعني هذه عقبة توضع في طريق السلام أو بالسلام المستقبلي وكأن اليمين يريد أن يصعب على الشعب الإسرائيلي وعلى إسرائيل يعني أن تخطو خطوات قادمة هذه هي سياسة اليمين الحقيقة سياسة اليمين تقوم الآن في هذه المرحلة على وضع أي فعرقيل من شأنها يعني أن تؤدي إلى انتهاء عملية السلام وإلى نفي إمكانية لأي سلام من أي نوع كان أو يعني السلام الذي تراه إسرائيل بمعنى القدس خارج نطاق المفاوضات الأغوار خارج نطاق المفاوضات الدولة المستقلة خارج إطار المفاوضات يعني نحن نعرف عشرات الأشياء التي ترفضها إسرائيل ولا نعرف شيئا واحدا تريده إسرائيل يعني على الأقل سياسة إسرائيل اليمينية المتطرفة لأنني أفرق بشكل كبير وواضح ما بين إسرائيل الدولة وإسرائيل الشعب وما بين اليمين المتطرف ولكن هل هناك فرق اليوم دكتور عبد المجيد دائما نسمع مثل هذه الأقوال أنه هذه سياسة اليمين واليمين المتطرف يريد أن يفرض أجندته والمستوطنون يضغطون على نتنياه ولكن في نهاية المطاف عمليا هذه هي سياسة الدولة ما الفارق بين سياسة اليمين وسياسة الدولة اليوم في إسرائيل سيدي ليس لنا مصلحة في وضع الناس في سلة واحدة وليس لنا مصلحة في رؤية الأمور وكأنها كتلة مترصة أنا أعتقد أن هذا التفكير ليس سليما ولا يفيدنا كلا كفلسطينيين ولا يفيد الشعب الإسرائيلي نحن نعتقد أن أولا إسرائيل تريد أن تكذب على نفسها وتصدق هذه الأكاذيب لا يوجد دولة في هذا العالم كل دول العالم في كل دول العالم لا يوجد دولة واحدة تتفق أو توافق إسرائيل على هذه السياسة وعلى هذه العقلية ثانيا المجتمع الدولي في كل العالم هذه مسألة أصبحت الآن وراءنا يعتبر السياسة الإسرائيلية سياسة بلطجة وسياسة فرض الوقائع بالقوة وهو لذلك ينبذ السياسة الإسرائيلية ويقف منها موقفا مضادا حتى أكثر الناس قربا من إسرائيل اليمين في الولايات المتحدة واليمين في أوروبا الغربية لا يستطيع أن يجاهر بمناصرة موقف من هذا النوع هذا موقف إنعزالي معزول منبوذ دوليا وإقليميا ومنبوذ فلسطينيا وأنا أعتقد أن قطاعات كثيرة من الشعب الإسرائيلي إذا أتيح لها فرصة التعبير عن رأيها في ظل ظروف مواتية لثقة متبادلة حول سلام مأمول أنا أعتقد أن هذه السياسة لن تجدي نفعا وهي محاولة يائسة من قبل اليمين لتصوير المعركة وكأنه يخوض معارك تاريخية كبيرة من أجل القدس هو يصعب المشكلة على إسرائيل وعلينا وعلى العالم ويصعبها أساسا وقبل كل شيء على الشعب الإسرائيلي سيد بن مناحم ما رأيك؟ هل هو بالفعل موقف إنعزالي يعني لا يعبر بالضرورة عن تيار عام في إسرائيل أم أنه كما يقول البعض ربما يمثل هذا التوجه الأشمل الأعام داخل المجتمع الإسرائيلي بأن القدس هي العاصمة الموحدة والأبدية لدولة إسرائيل وأي مفاوضات مستقبلية يجب أن لا تشمل هذه المسألة أنا أعتقد بأن أغلبية التجمه بإسرائيل تفهم تماما أن ليس هناك أي إمكانية للتواصل إلى السلام عادل والشامل مع طرف الفلسطيني بدون التنازل عن القدس الشرقية وعن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية ولذلك كما قلت إذا يشعر الجمهور في إسرائيل بأن هناك نوايا حقيقية من كبل الكيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للتواصل إلى الاتفاك السلام عادل وشامل ستكون هناك تنازلات كبيرة من كبل الجمهور بإسرائيل والجمهور بإسرائيل يرفض أي كيادة إسرائيلية متطرفة التي تعارض التواصل إلى السلام في هناك اليوم تغييرات داخلية في الخارطة السياسية في إسرائيل في هناك رئيس جديد لحزب العمل وستكون هناك تخالفات سياسية جديدة بالانتخابات المقبلة وأنا متأكد بأن هذا سيؤدي إلى تغيير حكم اليمين في إسرائيل إذا في هناك كما قلت أن يشعر الجمهور أن هناك نوايا حقيقية لتواصل إلى عملية السلام إلى السلام شامل مع طرف الفلسطيني نوايا حقيقية دكتور عبد المجيد دائما نسمع أنه ليس هناك من شريك في عملية السلام وبالعكس حتى نذهب إلى أن هناك اتهامات بالتحريض من قبل الطرف الفلسطيني السلطة الفلسطينية تحديدا هل هناك بالفعل نوايا حقيقية هل يجب على السلطة أن تثبت أن هناك نوايا حقيقية لإسرائيل حتى يقتنع الإسرائيليون بأن هناك بالفعل شريك في أي عملية مستقبلية سيد الفاضل أنا أعتقد أن السلطة أثبتت على مدار سنوات طويلة أنها جادة في الموضوع التوصل إلى حل سياسي وليس أدل على ذلك من أن مفاوضات جرت وقد وصلت إلى مستويات دعني أذكرك بغض النظر عن النتيجة النهائية التي انتهت إليها مفاوضات كام ديفيد دعني أذكر هنا المشاهدين جميعا مشاهدي فضائيتكم المحترمة مثلا التفاهمات التي توصل إليها الرئيس أبو مازن مع أول مرت دعني أؤكد لك أيضا من جديد أن هناك قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي يعني لمست أن الموضوع هو موضوع جدي وحقيقي مبادرة السلام العربية قدمت لإسرائيل طوق للنجاة السياسية الإنقلاب الذي حصل في المجتمع الإسرائيلي بالتحكمات والسيطرة من قبل اليابين واليمين المتطرف على مقاليد الحكم وعلى مؤسسات الإعلام وعلى الكثير من مظاهر الحياة السياسية الاجتماعية الطبيعية في إسرائيل هذه قلبة الموازين لا أنكر بأن جزء من سلوكيات الفلسطينيين ربما تخدم اليمين في كثير من الأحيان خذ مثلا على سبيل المثال وأنا هنا أعبر عن وجهة نظري الخاصة لا أستطيع أن أفهم يعني أو الجمهور الإسرائيلي لا يستطيع أن يفهم بأي شكل من الأشكال عندما يتم الاعتداء على مدنيين إسرائيليين بدون ذنب فقط لأنهم فقط لكونهم إسرائيليين هذا لا يمكن تفهمه من الجانب الإسرائيلي في هذه الحساسيات على سبيل المثال هذا مفهوم دكتور عبد النجيل ولكن أيضا بالمقابل إذا سمحتني إذا شركت المبادرة العربية المبادرة العربية التي اعتبرتها طوق نجاة لإسرائيل عمرها اليوم 24-25 سنة إذا لم تخني الذاكرة أعتقد 2003 كانت المبادرة العربية صحيح الأرض الفلسطينية اليوم تختلف كليا عن الأرض الفلسطينية في عام 2003 ما تقوم به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم يجعل هناك مجال للحديث عن دولة فلسطينية ذات امتدادات جغرافية ذات كيان جغرافي مستقل يعني يمكن الحديث عنها وبالتالي التغييرات التي تجري على أرض الواقع هي التي تدفع ربما بعض الفلسطينيين إلى التفكير باتجاهات أخرى أنا أؤكد لك أن معظمها هي ردود أفعال كما تفضلت بالإشارة وأنا أوافقك وأعتقد أن هذا سليم وأعتقد أننا كلنا نتفق على ذلك لكن في نهاية المطار أنت أمام معركة يستفيد منها اليمين أو لا يستفيد يجيرها أو لا يجيرها يستطيع من خلال تحكمه وسيطرته بالمنظومة الثقافية والسياسية والإعلامية في إسرائيل أن يستغلها أبشع استغلال هذا يجري وهذا يحدث وهذا يؤثر على مزاج الإسرائيليين وعلى نظرة الإسرائيليين لكن موضوع أن الشعب الفلسطيني والقياد الفلسطينية هم جادون في عملية سياسية حقيقية بغض النظر عن مثل هذه المسائل فهذه مسألة لا أعتقد أنها بحاجة إلى إثبات أعتقد أن الفلسطينيين يفتقدون للشريك الإسرائيلي الحقيقي الذي يجلس على أساس مفارضات جادة على قاعدة الشرعية الدولية والقانون الدولي وما يقبل به المجتمع الدولي وما يحميه المجتمع الدولي وما يسعى إليه سيد بن ملاحم سياسات الأمر الواقع التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية وطبعا على رأس حكومة السيد نتنياهو تغيير الأوضاع في الميدان على الأرض هذا يجعل الكثير من الفلسطينيين متشائم بالنسبة لفرص التوصل إلى حل مجدي إلى أي مدى هذه السياسات يمكن التراجع عنها يعني مشروع القرار المتعلق بالقدس مسألة ما يجري في الحرم كل هذه الأمور هذه تصبح سياسات أمر واقع يجب على الطرف الفلسطيني في النهاية التعامل معها صحيح هذه الإجراءات كانت تؤدي إلى انفجار كبير في منطقة الحرم القدسي الشريف وممكن كمان انفجار كليمي وأنا أعتقد بأن في هنا كانت هناك عملية تخريبية خرجت من داحل الحرم القدسي الشريف باتجاه أفراد الشرطة الإسرائيلية وكان على حكومة إسرائيل أن تنسك كل إجراءات الأمن الجديدة مع الأردن ومع السلطة الفلسطينية للتجنب أي مشاكل كما يحدث اليوم في منطقة الحرم بعد نسب البوابات الإلكترونية الجديدة وكان المفروض من إسرائيل من حكومة نتنياء أن تنسك هذه الإجراءات مع الأطراف العربية كما قلت الأردن والسلطة الفلسطينية أنا أريد أن أؤكد بنسبة لجدية القيادة الفلسطينية النواية إذا هناك نواية حقيقية للسلامة أنا أعتقد بأن الاعتقاد السيد في إسرائيل أن السيد محمود عباس أبو مازن وصل إلى نهاية تريكه السياسية ولا يستطيع أن يوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل وعلينا الانتظار لكيادة فلسطينية جديدة ودليل لذلك أنه رفض كل المقترحات الإسرائيلية كما ذكر هنا اكتراح رئيس الوزراء السابق أود أولميرد اختفى سيد محمود عباس ولم يوقع على أي تفاهمات مع سيد أولميرد وبالتالي نحن بانتظار كيادة فلسطينية جديدة تستطيع أن توقع على السلام الحقيقي مع إسرائيل وبانتظار أيضا كيادة إسرائيلية جديدة التي تسعى إلى السلام الحقيقي مع الفلسطينيين شكرا لك يوني بن مناحم الكاتب والباحث السياسي كان معنا من القدس وشكرا لضيفنا من رمالة الدكتور عبد المجيد سويلم الأكاديمي والباحث السياسي شكرا لكم